على غير العادة يقضي هؤلاء شهر رمضان مع الكثير من الأحزان والمآسي وذكريات ما قبل التشرد والنزوح نحن ببيوتنا نحن مرتاحين صح لا غير الآن ما نحن ننتهي الضراب المبعدعين مهتانين معذبين مشعددي المئات من الأسر التي شردتها حرب ميليشيات الحوث والمخلوع من مناطق مختلفة في ريف تعز تعيش وضعا قاسيا في ظل افتقادها لأدنى مقويمات الحياة لا مصاريف ولا نوقع أي شيء نلقى القموة ونلقى الأصباء كيف؟ لا طرابيل ولا نطفق آخر الليل دقيقه وقنا ولا معنا أي يد عامل ما لا مصدر نزق نروح ونزل ونشرد من مكان لا مكان ألف ثلاث محطة ونحن قاسم فيه يغيب دور الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية في التخفيف من معاناة هؤلاء النازحين وتلمس احتياجاتهم في ظل تأخر صرف مرتبات الموظفين لأكثر من نصف عام وانعدام فرص العمل البديلة الفطور حقنا نفطر على ماء ما فيش واحد يفعل شيء دي لنا وثانيا السحر حقنا إذا السحرنا السحر على أقل الشهي أحمر موسم رمضاني مختلف كليا عما تعود عليه طيلة حياتهم حيث كانوا يستقبلونه بشراء احتياجاتهم والتفرغ للعبادة ليتحول الحال بهم اليوم إلى التفرغ للبحث عن ما يسد الرماق بعد عقود من الحياة الكريمة فرق شاسع بين رمضان ما قبل الحرب ورمضان هذا الموسم في حيات هؤلاء النازحين الذين عجبرتهم الظروف العصيبة على ترك الكثير من عاداتهم وتقاليدهم من رمضانية المألوفة فوز الحمدي قناة بلقيس تعيز اشتركوا في القناة